زيارة الأربعين أتحدث عن النص المروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وأقرأ عليكم من مفاتيح الجناة إنها زيارة العشرين من شهر صفر زيارة الأربعين الحسينية هكذا نقرأ فيما جاء مرويا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فأعذر في الدعاء الكلام عن سيد الشهداء صلوات الله عليه فأعذر في الدعاء ومنح النص وبدل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة والتعبير دقيق جدا فالزيارة ما قالت لينقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة الضيارة قالت ليستنقذه عملية الإنقاذ قد تكون لكثيرين وقد تكون سهلة أما عملية الإستنقاذ فإنها لن تكون لكثيرين وستكون العملية صعبة جدا مثل ما يقول علماء اللغة فإن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني والمراد من زيادة المباني إنها الحروف التي إذا مزدادت في الكلمة فإن زيادتها تدل على زيادة المعنى هناك إنقاذ وهناك استنقاذ استنقاذ حروف قد أضيفت إنقاذ تحولت إلى استنقاذ فالإنقاذ يمكن أن يكون لكثيرين ويمكن أن يكون لقليلين أيضا أما الاستنقاذ فإنه سيكون لقليلين فقط لأن عملية الاستنقاذ تحتاج إلى مقدمات وقد تكون هذه المقدمات معقدة وصعبة أما عملية الإنقاذ حتى لو كانت تحتاج إلى مقدمة فإن المقدمة ستكون سهلة ولذا جاءت الزيارة بهذا التعبير ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة هذه هي الحاضنة الحسينية الحاضنة الحسينية وعاء حسيني أتحدث عن وعاء معنوي مثلما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لكميل وهو يحدثه عن القلوب يا كميل القلوب أوعية وخيرها أوعاها القلوب أوعية وخيرها أوعاها الحاضنة الحسينية وعاء حسيني معنوي هذا الوعاء تتم فيه عملية الاستنقاذ الذي تتوفر فيه المواصفات كي يكون قاطنا من قاطني هذا الوعاء هذه الحاضنة فإنه سيكون قد استنقذ من الجهالة وحيرة الضلالة فأعذر في الدعاء أن حسين صلوات الله وسلامه عليه فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة هذا المضمون تكرر أيضا ولكن بصيغة مقاربة تكرر في زيارة العيدين المراد عيد الفطر وعيد الأضحى زيارة للحسين في عيد الفطر وعيد الأضحى وجاء في الزيارة التي أقرأها عليكم من مفاتيح الجناء فأعذر في الدعاء الحسين أعذر في الدعاء ومنح النصيحة وبذل مهجته فيك حتى استنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة بالإجمال المعنى هو هو الذي ذكر في زيارة الأربعين ولكن بالتدقيق هناك فارق بين ما جاء في زيارة الأربعين وما جاء في زيارة العيدين في زيارة الأربعين ليستنقذ هذه اللام التعليل من الأدوات من الحروف الناصبة للفعل المضارع ليستنقذ فالزيارة تتحدث عن أن مشروع الحسين هذا هو هدفه ليستنقذ عبادك من الجهال بينما في زيارة العيدين هناك تقرير لعملية الاستنقاذ حتى استنقذه عبادك من الجهال وحيرة الضلالة أن الاستنقاذ قد وقع عملية تقرير للاستنقاذ فأعذر فأعذر الحسين في الدعاء ومنح النصيحة وبدل مهجته فيك حتى استنقذ عبادك من الجهال وحيرة الضلالة لكن في آخر المطاف المعنى والمضمون هو هو فأعود إلى زيارة الأربعين مثلما قلت لكم النص مروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ليستنقذ عبادك من الجهال وحيرة الضلالة إذن هذه هي الحاضنة الحسينية وعاء حسيني من خلاله بواسطته يستنقذ الذي يستنقذ من الجهالة وحيرة الضلالة الجهالة الضلالة هناك جهالة وهناك ضلالة إذا ما ذهبنا إلى دعاء زمان الغيب وهو دعاء مروي عن الناحية المقدسة وإنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك وجاءت الصيغة بالرسالة اللهم عرفني رسولك والخطاب في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة إنها آية الغدير الخطاب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا هو التبلغ للحجة اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزق قلبي بعد إذ هديتني فهذه هي الجهالة وهذه هي الضلالة التي تحدثت عنها زيارة الأربعين وهي تعرف لنا الحاضنة الحسينية وصلنا إلى فصل أذان العشاعين وصلاتهما بحسب مدينة لانتا ترجمة نانسي قنقر